وصلة لعملية توزيع السكن في الجزائر وعبر كامل التراب الوطني سيكون شهر نوفمبر شهرا لتوزيع قرابة الـ 50 ألف وحدة سكنية توزع عبر مختلف السياغة المتواجدة من سكنة عدل إلى السكن الاجتماعي إلى سكن البيا والبيبي وستكون هذه العملية موجهة لعديد الولاد حيث ستستفيد كل ميناء الجزائر العاصمة وهران، تليمسان، أشلف، المدية، ولاية تيارت، ولاية بالعباس، ولاية سوق هراز، ولاية باتنة، ولاية سطيف وعديد الولايات الأخرى التي سوف نقدمها لكم في الفيديوهات الأخرى من هذه العملية حيث سيتم توزيع قرابة الـ 30 ألف وحدة سكنية من سياغة عدل عبر 42 ولاية إضافة إلى 20 ألف وحدة سكنية بمختلف السياغ حوالي 12 ألف وحدة سكنية بالسيغة الاجتماعي أما الثمنة الأخرى سيتم توزيعها في سيغة البيا والبيبي وأكد وزير السكن والعمران في تصريح سابق أن العملية ستبقى متواصلة إلى غاية نهاية السنة الحالية وهذا من أجل الانتهاء من توزيع كافة السكنات الشاغرة والتي تم الانتهاء منها وأضاف أن سنة 2023 ستعرف عملية انطلاق لمشاريع سكنية كبرى والسيغة جديدة لم يتم الكشف عنها ومن المرجح أن تكون سيغة عدل ثلاثة أو سيغة كراء السكنات التي كثر عليها الحديث ما نتمنى فقط هو أن تكون عملية توزيع السكنات في متناول جميع المواطنين وأن يرضى كل مواطن في هذه العملية وتكون عملية توزيع السكنات الاجتماعية بكل عدل وشفافية وأن يأخذ كل ذي حق حقه خاصة وأن الجزائر ما زالت لحد الساعة تعاني من أزمة سكن خانقة خاصة في عديد ولايات الوطن هذا هو الجديد الذي أردنا نقدمه لكم في هذا الفيديو عن عملية توزيع سكن سيعرفها شهر نوفمبر من مختلف السيغ وستصل لقرابة الـ 50 ألف وحدة سكنية في الأخير إخواني إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد إلى اللقاء